تعب وشقاء هكذا يمر اليوم على أصحاب المهن الشاقة أو ما يعرف بالحمالة مقابل مداخيل قليلة نادرا ما تغطي احتياجاتهم أولاية تقريبا فرص الشغل فيها منعديمة نحن كما تشوف الحمالة هنا في هذا المحل هنا يعني نجو هنا هنا ناضيق ونوضع صباحا لاع 8 ولاع 7 ونصف نكونوا هنا ونجو هنا كيش ما نخدمو كنش كارفيري ناس ميد ولا سيلاع تروح سيلاع بالجملة لأصحاب المحلية نحن نخدمو على رواحنا وندو أجر بالموقع بالعملتان مع ارتفاع الأسعار وما نتج عنه من ركود تجاري تأثرت هذه المهنة هي الأخرى فلم يعود الحمال مطلوبا كما كان في السابق مما خلق أزمة مالية لدى هذه الفئة كنا نخدمو كنا نجد الخدمة نرمع العادي بصحة ركما كيش الحقيقة حبست مملي لحقت كورونا صعي كنا نجو هنا نظرو كنا نباصل هنا هذه الرمبة نحملوا فيها نجو هنا تعالوا يقروسي سيسا دول يجي قولك مكيش سلعة معدوش وش يحط سلعة كالي رادي جاراني عدد كنت عدموا اللحانو تذلل نتع سميد را عندو قولك عدد كينجورو لما جبت سلعة مكيش المشترية عندو سلعة راعدة كينجور حاتها مارسين بكير كان يجيب سلعة يجيب كاميو ويحطها ربعة عاية عينو الليه يصوروا نهارم موش يجيب يجيب حاجة قليلة وروح يجيبها روح ديفا غاضة يقول لكنا نحطها روحي ذوك هؤلاء خطرات يجي كاميو وخمسون قونطار يجيك ثمانين خدام هذا عندو ست انفس هذا خدام على مرته ولاده هذا خدام على الامن تاعه كل واحد ذوك هم مكيش كيفه خطات مالف خدمة كينة تالي فيهم يخرد صنميل ذوك كثرة بتاع الباطالة اللوزينة ما كانش الأسعار زادت هم فئة اختاروا العمل في كل الظروف وما زالوا في صراع دائم لتحصيل قوتهم رغم كل ما يواجهونه في مهنتهم